السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديد و سمدي عنها ان شاء الله سنتكلموا على السبع خطوات الاولى للبدء في مشروع الالانب على سطح المنزل اول حاجة سنضرب سلاسة سهلون الامور ديال مشروع ديال تربية الالانب بغينا مشروع السوق بغينا نشروع الالانب يعني بلا من نصعب عليكم امور اول حاجة بغيتو تشروع على حسب جوج نتوات وذكار او ربعات نتوات وذكار المهم يدكون ذكر واحد واينات معه اول حاجة غدي بدو تقلبو الالالانب ديالكم يكونوا نكسيين بالشعر بالكامل ميكونوش فيهم شي بلاسة يعني مسوحة من الشعر هذي اول حاجة تاني حاجة الاودوني ديالهم ميكونش فيهم القصور تالت حاجة الالانب ديالهم ميكونش فيه سيالان صافي غي هذي الحويج هذي يعني كمبتدئ راها كافية انكم تبدو المشروع ديالكم تاني حاجة وهي الاتمينة الاتمينة كين الرومي وكين البلدي الكروازي قليل مهم احنا هذروا على اما البلدي اما الكروازي الاتمينة كالتراوح ما بين في البلدي ما بين سبعين درهم تال خمسة وسبعين درهم يعني ادواء فقر عفوا ارنب بالغ يعني ممكن انكم تجيبوه ما بين سبعين درهم تال خمسة وسبعين درهم يعني بالنسبة الانثى وبالنسبة الضكا الناس يبغو يديروا الالانب الرومية شوية غالية في التامان الالانب الرومية كتدير ما بين مئة وخمسين درهم مئتين درهم تان مئتين وخمسين درهم يعني يكمل لكم مئة وخمسين مئتين تال مئتين وخمسين درهم هدا هو الاتمينة ديال الالانب الرومية هدا الاجراء الثاني نشوفو الاجراء الثالث اول حاجة خص يكون عندكم واحد عشة او بيت ديال الالانب يعني يكون الالانب ديالكم محميين من الحيوانات المفتريسة يكونوا مثقف حدا بقى انا ياهنا ياشو سمراني داير مثقف بالزنك انتم ممكن انكم تثقفوا بالزنك ولا تثقفوا بالقصاب المهم ان امنين ديال الشتاء ما تصبش عليهم ما توصلوا بالمسون شلمة كذلك الحرارة او ثاني تكون هاد الزنك هالي تكون بعيدة يعني قد لوقفة كما انا راني واقفها هي بعيدة مشي مترو تقريبا على تقريبا مترو ونص على الكاش يعني تايلا ضربت فيها الاشياء عادي لحرارة الشمس يعني ما توصلهم الشمس كذلك الشتاء مخصة شتوصل الانانيب مشي هيش شكا تصبوهم يعني غادي توصلهم الشتاء مباشرة الجوانيب ضروري تاييا مشي غي من فوقتكم تثقفوا وتكونوا معرية في الجوانيب الجوانيب ممكن انكم تستعنوا بميكا متعلا او يعني كواش مثل غراني داير او باش بحل هدا هدرا باش كي تتمضاش التالت حاجة الاضاءة الاضاءة ضروري تكون في هذه الاشياء هادي لحل البولانايا ها اذا كتشوفوها هال البولانا دي كان شعلها في الليل على حسب الولادات هنت ممكن ما كتشوفو الولادات هدرا شي حاجة يعني كاج احترافي ولكن هنا كان لحل تربية دي الانانيب ضروري تكون واحدة يعني اما الشمس تكون داخل داخلهم اما الاضاءة مهم يكونوا يشعروا واحدة الدفع في وسط الكاج كذلك الشمس ضروري تكون الشمس داخل المكان علاش لانه الشمس تقهم من الحشرات اللي ممكن تصابوا بها كي يقولي الارنب ناشيط اكثر لانه فيها طاقة اتبطي ضروري انه الشمس تكون داخلهم اه كينا قضية واحدة اخرى وهي اه بناء الولادات يعني مشي غادي تخليوا يعني الارنب ديالكم اه الايناث احنا كان نظروا الايناث تخليهم بدون ولادات ضروري انه يكونوا عندكم واحد الولادات يعني هادوك الولادات اه يعني منين تبغي الانثة تولد اما تدل لها واحد صندوق تدل فيه شوية ديال النجارة وتخليلها هي غادي تعرفوا الرأسها غادي تقاط مشيلو باش تولد فيه اذا اه كي ينعو تاني قضية اخرى ديال اه تهوية ديال المكان ضروري مشي تشد يعني تدلهم واحد البيت ديال الولادة وتسدوا عليهم وتخلقوا عليهم ما فيه لا نافيدة لأولو لا ضروري النافيدة تكون كتتحل وكتتسد علش كتتحل وكتسد لانه اه احنا نقوله هوينهم واحد واحد ربوع ساعة او لها نص ساعة ولا ذاك شي لحسب الجو الجو لكاين ولكن منين اه في الليل مثالان واحد اللقيته مثلا كين التيارات الهوائية المباشرة يعني ذاك الكوروندير يعني مش هد بز بزاف ماشي ما يمكنش انكم اغتخلوا الالانب ديالكم كيد رفهم البرد مباشرة لا ضروري انكم تحميهم من التيارات الهوائية المباشرة اه كين قاديا ديال الشمس حدا بق انا يا انا راني حالة لهم في الفصرفة الصباحية ولكن راني دير واحد ريدو غادين غادين رد عليهم باش ما تجيهمش الشمس مباشرة لغاية الشمس ديال الصباح كتكون شوية بعدها من يبدأ الوقت يعني الحالي يسخن خذين نضلل عليهم ضروري ما نضلل كذلك وهي النقطة المهمة في الموضوع وهو التحصين التحصين وهو التحصين ضد يعني التسمم المعوي والتحصين ضد التسمم الدموي ضروري نمشيه عند البيطاري وتقول له يعني النوع ديال التحصينات وهي إبرة وسيرو صفي لا غير كتعودوهم من السنة للسنة يعني كتقيدوا التاريخ وكتعودوا هذه الإبرة من السنة للسنة يعني إلا بغيتوا الأسماء ديالها كان الإبرة ديال تسمم الدموي يسميه كيني بخافاك وكينا اللي سيرو ديال التسمم المعوي يسميه هايبا غينول هايبا غينول إذا هادو جوج ديال يعني التحصينات ضروري يكونوا دايرينو بالنسبة للعالف الناس اللي عجبادين ممكن أنهم يساعدوا بالفصة بحال هادي هادي راحا بالفصة في اليابسة هادي الفصة يابسة ما تكون بالة كبيرة كتدير التامن ديالها كيدير دبارها غالية وحد شوية كتدير خمسة وسبعين درهم ممكن أنه فهد الأيام توليز مثلا بخمسة وستين درهم أو ستين درهم يعني فهد الأيام راحا شوية كينجافاف راحا غالية شي شوية كتدير خمسة وسبعين درهم ولكن هنا واحد الكمية كبيرة يعني ممكن أنكم تديروها راحا ديك خمسة وسبعين درهم ممكن أنها تخدم لكم واحد شهور الموت يعني بحالة القاطع هادا بلا ديال الفصة ممكن أنها تضرب لكم واحد تلت شهور تلت شهور راحا مزيان بخمسة وسبعين درهم راحا يعني كراما كذلك ممكن لسي عنا بالحبوب حبوب مثل الشعير والدورة والنخارة هاد الشي بالنسبة للأرانيب الرومية والبلدية أما إلا بغيتوا الرومية يعني ترقزوا على العلف ديالها فممكن أنكم تديرو السيكاليم السيكاليم ضروري بالنسبة للأرانيب الرومية يعني البلدية ممكن تعطيهم أي حاجة بسكنك يعيشوا وكتكون عندهم المناعة قوية عكس الأرانيب الرومية إذن أي تساؤلات بغيتوا تزيدوا شيء أفكار أخرين أنا حاولت أنني من سعبش عليكم الأمور لأعطيكم نظرة شاملة ببساطة أي واحد بغي يبدأ المشروع دياله يعني خطر بي أرضية هاي معلومات بسيطة ممكن أن أي واحد يبدأ المشروع دياله بهذه المعلومات الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قانات غادي يبدأ من ديالكم مرحبا بالتعليق طيبة ديالكم إلا خصتكم شي سيفسارات أنا أراها الإشارة تكيووا إلى زر جام ما تنسونك بزر جام وتكيووا إلى زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة